يبدو أن التقرير الأممي الصادر قبل يومين عن الأمم المتحدة بشأن السجون المصرية وما يحدث فيها من انتهاكات وما يحدث فيها من تعذيب والظروف الغير إنسانية للاعتقال وبعض مراكز الحبس الإحتياطي والسجون المصرية وبطبيعة الحال الحديث عن وفاة الرئيس الشرعي الدكتور محمد مرسي تحت هذه الظروف يبدو أن هذا التقرير أوجع إلى حد ما الحكومة المصرية ونظام عبدالفتاح السيسي أمس تم نشر فيديو تحت عنوان زيارة بعض رؤساء ووكلاء النيابة إلى سجن الطرق تم نشر هذا الفيديو على أنه زيارة مفاجأة إلا أن الجميع وما حدث وما شهد داخل هذا الفيديو يؤكد على أن هؤلاء قاموا بمجرد خدعة وفيديو مزيف لتزييف الرأي العام المصري عشان تظهر السجون أو سجن طرق تحديداً واحد من أسوأ السجون المصرية وواحد من أسوأ ظروف الاحتجاز داخل مصر يظهر بهذه الطريقة وكأنه فندق وكأنه يعني متنزه وجناين وحدائق وأكله وشربه وكلام طيب جداً ما يحصلش أبداً في مصر كل اللي داخل السجون أو تابع على الأقل اللي خرجوا من السجون أو الناس اللي بتحكي عن ما يحدث داخل السجون هيتحك كتير لما يشوف التقرير ده التقرير تم نرشه تقريباً على معظم القنوات المصرية واحتفال كبير واحتفاء من إعلام النظام المصري بهذا التقرير قالوا أيضاً أن بعض القنوات وبعض الصحف وبعض وسائل الإعلام زارت هذا السجن طبعاً أكيد الصحف والقنوات دي التبعة لعبد الفتاح السيسي وأكيد كمان صوروا الحاجة اللي هم عايزينها مش هتلاقي مثلاً أي قناة معارضة مش هتلاقي حتى يعني شبكة عالمية زي رويترز أو الناس اللي بتتكلم وبتنقلوا الصورة ده كمان إمعاناً في الكذب والتدليس جابوا فيديو من داخل السجن للدكتور حازم عبد العظيم حازم عبد العظيم والمعتقل تقريباً بقى له أكتر من 18 شهر من مايو 2018 حتى الآن دون تهمة وبسجن احتياطي عشان يتكلم حازم عبد العظيم محدش عارف كم الضغوطات اللي تعرض لها دكتور حازم أو كم يعني الضغط النفسي والجاسة دي عشان يطلع يقول الكلمتين دول عشان يظهر قدام الناس إن السجون في مصر وكأنها متنزة متابع ماذا قيل وماذا تم عرضه على الإعلام المصري خلال الساعات اللي فاتت عن زيارة السجون الأكل فوق ما تتخيل وأنا مش بجامل لحمة مرتين في الأسبوع وخضار وفكهة والدنيا وردي والحياة بمبي والدنيا زي الفل ويا تعالوا يا مصريين أرضوا الويك اند في السجن على حد تعبير أو الكلام اللي عايز يقوله الفيديو اللي تم عرضه أمس كمان لما تسمع شهادات الناس اللي خرجت من السجون بأمراض والناس اللي ماتت في السجون بسبب تلوس الطعام والناس اللي ماتت بسبب الأمراض داخل السجون والناس اللي ماتت بسبب التعذيب والناس اللي خرجت من السجون عندها مشاكل نفسية ومشاكل مرضية تعرف قد إيه هم بيجذبوا قد إيه كمان هم خايفين من الرأي العام بعد انفضاح أو بعد فضح التأرير الأممي لحقيقة ما يحدث داخل السجون المصرية طبعا معناش هذا الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي غضب بين النشطاء والسياسيين المصريين منهم دكتور طاري الزمر بيقول أتحدى السيسي وكل أجهزته وأزرعه أن تكون زيارة المراسلين الأجانب المزمعة لسجون طرى مفتوحة وبلا قيود وأن تشمل سجن العقرب وملحق المزرعة طالما قيدوها ابتداء بمنطقة طرى أما جمال عيد بيقول بيقول لك حازم عبدالعظيم يتحدث عن حسن المعاملة في السجون حازم عبدالعظيم محبوس احتياطي من مايو 2018 دون إفراج ودون محاكمة ربنا يفك سجنه الفنان عمرو واكد بيقول خطأ كبير من النظام أن ينشر فيديو لحازم عبدالعظيم كما لو كان دليل لحسن المعاملة المزعومة في السجون المصرية كما يوضح الحقوقي جمال عيد حازم عبدالعظيم دليل على انتهاك الحقوق في مصر واحد محبوس بقاله سنة ونص ولم يحاكم بعد عمرو واكد بيقول مين اللي شار عليكم الشورى العبقرية دي وحسان الثورة الرابح أما الدكتورة مونسيف قالت حد يقول لضياء رشوان والزبالة اللي بيشتغل معاهم لو عايز تعمل زيارة صحفيين تلمع فيها السجون والداخلية كنتوا تروحوا بارح والسجن مقفول كده كده لأنها أجازة رسمية مش تروحوا النهاردة وتحرموا المساجين وأهلهم من زياراتهم يا عديم الإحساس والرباية أيضا أسامة رشدي بيقول نتمنى أن يسمح للصحفيين بزيارة حقيقية عشان يقابلوا القيادات الممنوعة من الزيارة منذ ثلاث أعواب أما الزيارات المرتبة والتي يجرى فيها نقل سجناء وإخفاء آخرين فلن ينطلع على أحد السجون الوحشية سيئة السمعة في مصر ولن تحل مشاكلها بالممارسات المصرحية من قبيل المراجعة الشاملة إذن هذا التقرير اللي تم نشره عن وزارة الداخلية المصرية وتحديدا زيارة بعض من أعضاء النيابة العامة والنيابة أمن الدولة العليا لسجن تورا للتدليل على الظروف الصحية والظروف الحسنة هو كذلك ظروف الحبس الحقوقية زي ما قالوا في سجن تورا لن تنطلي هذه الخدة على الكثير من المصريين أيضا لن تنطلي عن المجتمع الدولي اللي قدامه العشرات من حالات الانتهاكات بل الألاف من الشخصيات اللي ماتت والاتعرضت لانتهاك داخل السجون المصرية أخيرا هذا الفيديو اللي تم نشره خلال الساعات اللي فاتت على مواقع التواصل الاجتماعي لهذا الشاب اللي وقف الدكتور أحمد اللي وقف أحمد محي اللي وقف في مدان التحرير ورفع يفطى مكتوب عليها ارحل يا سيسي خليه رد على الفيديو ده وعلى تقرير وزارة الداخلية المصرية أنا تسجنت انفرادي خمس شهور مفيش أصعب في العالم من كده أنا كنت بروح الحمحكامة الوحدي وبروح الزنزانة الوحدي أنا كان بيتقلي في الزنزانة أنت السيسي موصي شخصيا على زنزانته أنا كان بيتقلي كل الكلام الصعب اللي في الدنيا أنا فضلت خمسة أيام متتالية فضلت خمسة أيام متتالية صاحي من النوم ومتكلبش خلفي وكل ما جنام ينغزوني بعصايا لا أنا ما كانتش بيتعامل كويس أوكي أنا ما كانتش بتضرب بس اتعرضت الأنواع من التعذيب النفسي لا نهائية